السلام عليكم قصتنا الليلة من القصص الرائعة جدا ومن القصص المؤثرة فيها أحداث جميلة وشيقة جدا لذلك قبل لا نبدأ في سرد أحداثها القصة الجميلة لا تنسون تدعمونا بلايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم القصة الله يسلمكم أحصلت أحداثها في المغرب وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع في بداية الثمانينيات وفي إحدى القرى المغربية الجميلة فيه رجل ينقل له الحاج أبو منصور الحاج أبو منصور هذا فيها ذاك الوقت كان فيه منتصف الخمسينيات 54-55 سنة والرجال أبو منصور الله سبحانه وتعالى معطيه وفاتح عليه الأبواب والرزق من أوسعه وأبو منصور مهنته وشغلته يعمل في زراعة الفواكه منها الدراق والخوخ والمشمش وبعض النوع من الفواكه هذه اللي ينقال لها اللوزيات الرجل مختص اختصاص في هذه الزراعة وعنده بساتين ومزارع وعنده خيرات من الله عز وجل وطبعا أبو منصور متزوج وعنده أبناء اثنين وبنت الكبير اسمه ناصر والأصغر منه اسمه ناصر الدين والبنت اسمها مريم وأبو منصور وزوجته وأبناء وعايشين في نعيم ما يعلموا إلا الله عز وجل وعايشين بدون أي مشاكل تذكر لكن مع مرور الوقت ومرور الأيام وزوجة أبو منصور صار عندها عدة أمراض والرجل ما تركها أبدا على المستشفيات على الأطباء ولا قصر معاها في أي موضوع بالنسبة لموضوع العلاج ولا أهملها ولا كذا لكن المرأة في النهاية وصلت إلى الأمراض سيطرت على جسدها والرجال جاب لها الخادمات والشغالات اللي عيننها والرجال قادر والله سبحانه وتعالى معطيه فلذلك شايل زوجته أم منصورة على أكفوف الراحة مثل ما نقول المهم تروح الأيام وتيجي الأيام وتمروا الأشهر والسنين الأبناء صاروا يكبرون ادخلوا المدارس ادخلوا في الجامعات منصور دخل في الجامعة وبعد ما تخرج من الجامعة توظف في إحدى الدوائر الحكومية في منصب مهم أما بالنسبة لناصر الدين ناصر الدين كان عنده رغبة أنه يكفي دراسته في إحدى الدول الأوروبية وفعلا الرجل مقتدر قام سفر ابنه على إحدى الدول الأوروبية يتابع الدراسة هناك وبظل الآن أبو منصور وأم منصور والبنت مريم مريم كذلك كانت هي البنت الصغرى كانت تتابع دراستها وتروح وتجي على هالجامعة وتساعد والدتها وتشرف على أمور المنزل على الشغلات الموجودات في هالمنزل والكلام هذا طبعا في بداية الثمانينيات بعد فترة منزمة أبو منصور الرجال مثل ما نقول نفسه خضرة ونفسه أنه يتزوج الزوجة الثانية وسمعوا أبناؤه ناصر ومنصور وبنته مريم أنه يودوا يتزوج على أمهم جوا الشباب على أبوهم ويا يبا وأمنا وكذا وهالسنين اللي مراته يعني إشلون ودك تتزوج عليها وتجيب لها ظرة وكذا ويحاولون الأبناء مع أبو منصور من هين ومن هناك يا يباي طولك يقصرك يعني بلى لك فكرة الزواج هذه الأب أبو منصور كان مصمم على فكرة الزواج قال لهم ودي يعني الرجل وده إيش حياته والشرع حلل له أربعة والرجال ما هم قصر مع الزوجة اللي يعني شايلة نفسها رغم الأمراض اللي تعاني منها والرجل للأمانة ما تركها يعني ما أنه وده يتزوج لأجل زوجته مثلا تعاني من الأمراض هذه لا الرجال وده يتزوج مثل ما نقول حالات دنيا المهم الرجال صمم على الفكرة وسمعت أم منصور هذاك اليوم وأم منصور طبعا حالها حال أي امرأة أكيد راح أتعارض فكرة الزواج ويا أبو منصور وودك تتركني بعد هالسنين وبعد هالعشرة وبعد هالعمر قال لها والله ما أتركتش يا أم منصور لكن حياتي ودي أتزوج وأتمنى أن تتقبلين هذا الأمر أم منصور اقضمت على غيظ وشودها تسوي يعني لا حول ولا قوة لها إلا بالله العلي العظيم المهم أبو منصور الآن بدأ يبحث عن العروس وأبو منصور عنده صديق في إحدى القرى المجاورة وطرح الفكرة هذه فكرة الزواج على صديقه والصديق هذا قال له والله صراحة فيه بنت من عائلة محترمة وعائلة معروفة والبنت هذه عمرها تقريبا في نهاية العشرينيات يعني ثمانية وعشرين تسعة وعشرين سنة والبنت هذه اسمها صفية صفية فتاة متعلمة إلى المرحلة الابتدائية يعني تعرف تقرأ وتكتب وبنت بيوت مثل ما يقولون ومن عائلة معروفة فيها القرية الرجال أبو منصور ما تشذب خبر قال خلينا نشوف الجماعة ونشوف النظرة الشرعية وإذا الجماعة أعجبونا وعجبناهم ليش لا وفعلا في يوم من الأيام الرجل هذا الصديق أبو منصور حدد موعد مع أهل البنت وطرح عليهم فكرة الزواج من هذا الرجل رغم فارق السن اللي بينهم يعني تقريبا خمسة وعشرين سنة الفرق بين أبو منصور وبين البنت صفية صفية ما عارضت هذا الزواج ولما سمعت أنه الرجال مرتاح ماديا وراح يشيلها على أكفوف الراحة وراح تعيش حياة سعيدة جدا وفي طبقة اجتماعية أعلى من طبقة أهلها ماديا واجتماعيا الرجال أبو منصور الله سبحانه وتعالى معطيه من خيره ويلعب بالفلوس لعب البنت يعني كانت تعتقد في هذاك الوقت أنه فاتها قطار الزواج وخصوصا في زمن ثمانينيات البنت لما توصل لهذاك الأمر ثمانية وعشرين تسعة وعشرين سنة وما تتزوج يقولون خلص هذه فاتها قطار الزواج ويصير حظها في الزواج نادر جدا وصفية لما جاها العرض هذا يعني صارت تشوف صديقاتها وخواتها اللي أصغر منها اللي تزوجت واللي عندها أبناء واللي رايحة آه بعد كم سنة تزوج بنتها ولا ولدها فرضيت بهذا الزواج وقالت ما عندي مشكلة أبدا والأهل لما سمعه بأبو منصور أبو منصور رجل معروف كذلك في قريته وفيها القرى المجاورة التاجر أبو منصور والمزارع والرجل المعروف المهم الجماعة ما تسذموا خبر قالوا حيا الله خذ موعد الرجال وجوها ذاك اليوم أبو منصور وصديقه وشاف البنت واعجبته وكذلك هو اعجب البنت وقاموا واتفقوا على المهر المعين وكتبوا الكتاب وحددوا موعد الزواج بعد شهر زمان على بينما تجهز نفسها العروسة صفية والرجال كذلك يجهز نفسه أو يجهز سكن لأنه ما عنده قل لا الفيلة أو المنزل الكبير هذا اللي ساكن فيه هو وأبناءه وزوجته وبنته ولما الرجال صمم على موضوع الزواج وأبناءه عارضة والفكرة في البداية قالوا له يعني في نهاية أبوهم وودهم يكسبوا الرضاح وحقه الشرعي فما يقدرون يعني أنه والله ما يصير تتزوج ويزعلونه ويخاصمونه قالوا له يعني إذا ودك تزوج ولا بود يا يبا العروسة أو زوجة هذه الضرة لا تجيبها تسكنها عند أمي في المنزل وأمي يعني الأمراض اللي فيها تكفيها قال طبعا أكيد ما رح أجيبها حط البانزين بجانب النار لذلك أبو منصور هذاك اليوم خذاله شقة في المدينة على أساس أنه الضرائر بعاد عن بعضهم ويحاول يعني يقسم وقته بين بيته ومزارعه وأم منصور وكذلك الزوجة الجديدة بعد ما جاهز الشقة وكساها من أحسنه وتزوج هذاك اليوم أبو منصور من صفية وصفية لما جت من القرية على المدينة عاشت أسعد أيام حياتها مع أبو منصور أبو منصور ومدللها ويقولولها بس مجرد أشري تأشير والبنت شافة النعيم والعز اللي عايش فيها الرجال أبو منصور لأنه عائلة صفية مستواها الاقتصادي أو المادي أدنى بكثير من مستوى الرجال أبو منصور لذلك البنت كانت مبسوطة أو سعيدة جدا أي شيء تطلبه يحضر وخصوصا فيها ذاك الوقت اللي تشتغل فيه الزراعة اللي تشتغل فيه الفلاحة بنات القرى اللي تشتغل فيه الحصاد البنات الغير متعلمات وصلا إلى مرحلة معينة من التعليم اللي ما تروح على المدرسة المهم البنت مبسوطة في حياتها مع أبو منصور والداري برموش عيونها ما في أي مشاكل تذكر بينها وبين أبو منصور وأبو منصور حاول يقسم الوقت بين زوجته الجديدة وبين زوجته القديمة أو الزوجة الأولى لأنه الزوجات ما يحب أن نقول الزوجة القديمة الزوجة الأولى والزوجة الثانية المهم تروح لإيام وتجي لإيام بعد حوالي سنة إلى سنتين زمان ما حصل حمل بالنسبة لصفية وصفية أمنية حياتها فيها الحياة أنه يصير عندها ولد ولا بنت يشيلها في كبرتها والبنت كل شهر والثاني تقول الشهر هذا الشهر الجاي مرت أول سنة السنة الثانية تقريبا صارت منتصفها وما حصل الحمل وصارت تتنق على أبو منصور يا أبو منصور صراحة أنا حلمي أني أحمل وأشوف ما صار في حمل أبو منصور قال لها صراحة يا صفية يعني أنا ما ودي أبناء عندي أبناء اثنين وعندي بنت وصراحة يعني أنا ما عندي مشكلة في هذا الموضوع قالت أنت ما عندك مشكلة أنا عندي مشكلة أنا ودي ولد ودي بنت يالله أبو شريب عزش ما عندي مشكلة أنا خلينا نروح على الأطباء وعلى المستشفيات وبدأت رحلة العلاج اليوم عند الطبيب الفلاني البكرة عند الطبيب العربي وصار الرجال ما قسر معاها ما خلى مستشفى ما خلى طبيب نسائي ما خلى طبيب نسائي إلا ما راحوا عليه لكن الله سبحانه وتعالى ما هو كاتب لهالبنت إنها تحمل من الرجال ما خلوا نوع من الدواء إن كان طب عربي ولا الطب الحديث في هذاك الوقت لكن البنت صفية كان عندها فرص الحمل ضعيفة جداً عندها مشاكل عديدة في الرحم وحملة أكثر من مرة بعد العلاجات لكن الحمل فترة الحمل لا تتجاوز شهر أو شهرين وبعدين تسقط بعدين نصعها الأطباء إنه خلاص لا تحاولين الموضوع هذا يعني صعب ومتعب واحتمالات الحمل ضعيفة جداً مرت سنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة طبعاً هذه كل السنوات علاج وروحات وجيات وعلى اليوم وبكرة في النهاية البنت قالت يا أبو منصور الله سبحانه وتعالى ما كتب لي وقدر لي إني أحمل لكن أنا بنفسي إني أربي ولد ولا بنت قال لها أبو منصور منين نجيب ولد ولا بنت شنو نسوي قالت الرأي إنه نجيب إنا ولد من إحدى دور الأيتام ولد من إحدى العائلات اللي ما هي قدرانة تربي أبنائه وفيها ذاك الوقت يعني في القرى في البادية في الكثير من العائلات اللي ممكن أنها تستغني عن ابنها وخصوصاً أنه مثلاً يعني يتربيها عائلة غنية أو رجل غني ويستفيدون من هذا الولد بعدين في البداية أبو منصور رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً يا بنت الناس ما يصير وشنو نجيب ولد ونتبناه والتبني ممنوع في الإسلام وحرام وما يصير قالت له مو بالضرورة نتمنى ما هو تبني نجيب الولد يعني يكون يتيم مثلاً ونتكفله نعتبر نفسنا متكفلين يتيم وبنفس الوقت يعني أنا ألهي نفسي وأعتني بهالولد وأربيه وأعامله معاملة الإبن ويشيلني بكبرتي أبو منصور ما أقتنع بالفكرة تروح الأيام وتجي الأيام وهذه كل يوم ماسكة أبو منصور كل ما يجي لعندها يا أبو منصور ودي ولد ودي بنت ودي كذا على قد ما نقت على أبو منصور وصلفته بهالسالفة يعني شبه اقتنع وقدرت تجيبه للطابق أبو منصور في هذاك الوقت كان في عنده صديق في مدينة الرباط والصديق هذا تبادل والزيارات هو إياه أكثر من مرة والرجال هذا ينقل له أبو محمد أبو محمد جاء أكثر من مرة على بيت أبو منصور اللي ساكن فيه صفية وشاف البنت جوه هو وزوجته وزيارات عائلية يعني يروحون ويجون على بعضهم قام الرجال أبو منصور طرح الفكرة هذه على الصديق واللي فيه الرباط أبو محمد قال له السالفة كذا وكذا والبنت صراحة أجعت راسي وتريد لها ولد وأنا ماني عارفان شو نوده تسوي إيش رايك بالموضوع قال له خليني أبحث لك عن يعني الولد المطلوب لكن أبو منصور كان عنده شرط في هذا الموضوع قال له ما ودي ولد ما هو معروف قرعت أبو منين ما يكون مثلا ابن علاقة محرمة يجب أنه يكون الولد هذا معروفين أهل فصل وأصل قال له أبشر بعزك لكن أعطيني شوية وقت لأنه الموضوع هذا يحتاج بحث ويحتاج أني أخذ وكتي قال له أخذ وقتك لكن لا أطول علي المهم تروح الأيام وتجي الأيام بعد ثلاث أربع أشهر وكل يوم والثاني صفية ها يا أبو منصور شنو صار بالولد ما لقيت ولد معقولة كل مغرب ما لقيت لك ولد بعد ثلاث أربع شهور ويتصل الرجال هذا أبو محمد على أبو منصور سلام عليكم وعليكم السلام قال لقيت لك طلبك يا أبو منصور طبعا أبو منصور كذلك كان عنده شرط ثاني الشرط الثاني هو أنه الولد هذا ما أود وياه يكون رضيع يعني أبو خمس شهور وست شهور أو سنة يعني قال له من السنة أفوق سنة ونص سنتين لأنه الولد الرضيع الطفل الرضيع بحاجة إلى رضاعة بحاجة إلى عناية فائقة أكثر والبنت هذه صفية ما سبق وبلشت بأطفال قال له ودي ولد يعني ياكل ويشرب وفعلا هذاك اليوم لما اتصل عليه قال له لازم تجيني بالحال خير يا أبو محمد قال له لقيت لك الولد المناسب ويقوم يركب هذاك اليوم أبو منصور ويروح لعند صديقه من أقادير إلى الرباط وعليكم السلام هاي أبو محمد بشر قال له لقيت لك طلبك ولقيت لك ولد من عائلة كذلك ومعاه شهادة الولادة لكن البنت اللي تأمنها الولد يعني يودك تكرمها وتعطيها شوية فلوس قال تبشر وتاخذ اللي يودها يا قال له الولد معروف أهله من إحدى القرى والبنت وجابت لك يا بغض النظر عن الظروف اللي حاصل معاه إش رأيك يا أبو منصور قال ما عندي مشكلة أبدا جيبه والولد وجيبها المرأة خلينا نتفاهم على الموضوع الرجال أبو محمد ما تساهم خبر راح جاب البنت اللي جايبه الولد وفعلا معاه شهادة ميلاد والولد عمره السنة وسبعة شهر وشهادة الميلاد مسجل فيها اسم الولد واسم أمه واسم أبوه وقام الرجال أبو منصور أكرمها بمبلغ من المال وجزاش الله خير والله يعطيش العافية والولد ما شاء الله تبارك الله عليه ولد جميل وهادي وهالولد اسمه عبدالله عبدالله هذا شني قصته من وين جاي ومنه هذه اللي جابته قصة عبدالله الحالها قصة هذا عبدالله فيه عائلة فقيرة جدا كلنا فقراء لله عز وجل تعيش في إحدى القرى في مدينة الرباط على أطراف المدينة والجماعة حالهم المادي يعني جماعة مستورين وعايشين أول بأول يشتغلون في الفلاحة والزراعة وأبو عبدالله عنده ثلاث أبناء أصغرهم عبدالله عبدالله فيها ذاك الوقت الدنيا صيف وكان عمره سنة وسبع أشهر وهذاك اليوم مسوين أبريق شاي أو براد شاي والدنيا صيف وبراد الشاي هذا بعد ما شربت هالعائلة ظل فيه توالي من الشاي يقوم الولد هذا عبدالله يمسك بريق الشاي ويحط الزلعوم تبع بريق الشاي فيه فمه علشان يشرب تالي هالشاي ما حسوا درية والعائلة إلا الولد هذا صار يصيح وما يستريح فزعت الأم أم عبدالله وأبو عبدالله وإخوانه الأكبر منه يريدون يشوفون عبدالله شنو اللي يصير معاه لما افتحوا فم الولد وإلا فيه فمه صغير هذا الدبور اللي يجي لونه أصفر أو أحمر لكن هذا الدبور نوعه الأحمر لكن حجمه صغير شوي والدبور هذا جاي على الشاي اللي حاطين فيه السكر وتعرفون الحشرات هذه تجي على ريحة السكر وداخل الدبور هذا من زلعومة الأبريق ولما شرب الولد طلع معه تالي الشاي ولسع الولد في فمه صار الولد يصيح ويستريح شوي لا بالله فمه بدأ يتوره ويتنفس ما عاد يقدر ويتقوم أم عبدالله يا أبو عبدالله داخل عليك خذ الولد على أقرب مستشفى ويقوم الرجال ما عرف في شلون لبس ويسعف الولد على أقرب مستشفى في إحدى البلدات المجاورة لما جاب الولد على المستشفى استلموه منه خير شنو الموضوع شنو السالفة قاله مسالفة كذا وكذا وكذا طبعا عبدالله لما وصل على المستشفى كان فمه شبه مغلق ما يقدر يتنفس سووا الإجراءات اللازمة وحطوله قسطرة التنفس الاصطناعي هذا وأجروله بعض التحاليل والطبية وقالوا يا أبو عبدالله الولد هذا صراحة وده يظل عنده ثلاث أربعة أيام في المستشفى لأنه ابنك عنده حساسية من لسعة النحل أو الحشرات والحمد لله على سلامته ووضعه يعني نقدر نقول أنه شبه مستقر بشكل مؤقت لكن شنو يصير بعدين من مضاعفات من أمور ما ندري والآن يا أبو عبدالله ما تقدر تظل عندنا في المستشفى يا جماعة ولديك قلوله ما عليك ولدك في أيدي آمنة وما هو ولدك بس ولدك موجود في المستشفى عشرات الأطفال موجودين وصراحة ما عندنا مكان نقدر نستقبلك فيه أنك تظل بجانب ابنك المهم قدروا يقنعون أبو عبدالله وقالوا له تراجعنا بعد ثلاث أيام يكون ابنك إن شاء الله تحسن وأموره عال العال فعلا أبو عبدالله ركب هذاك اليوم وراح على بيته لما وصل هاي أبو عبدالله وين عبدالله قالها والله عبدالله سلفته كذا وكذا والولد عنده حساسية من لسعة الحشرات ولازم أنه يظل عندهم ثلاث أربع تيام المهم عبدالله تبتشي بالليل وبالنهار على الولد ياريتني روحت معاه ياريتني كذا ياريتني ما خليتك تروح لحالك قال لها حتى لو رايح معاه ما رح يخلون شتباتين في المستشفى المهم الجماعة مطمئنين وقالوا لك يعني رح يقومون بالعلاجات اللازمة والإجراءات اللازمة وبعد ثلاث أربعة تيام رح نجيبها الولد وطبعا بالنسبة للسع الحشرات في كثير من الأشخاص يتحسسون من لسعة النحل وممكن لسعة النحل هذه يتأدي إلى الوفاء إذا ما تم إسعاف الشخص مباشرة لأنه يصير عنده مثل حالة التسمم ويصير في عنده هبوط حاد في الضغط بالتالي لازم يتم إسعاف مباشرة ففي الكثير من الأشخاص اللي يعانون من هذا الأمر الحساسية من لسع النحل وبعض الحشرات يظلون حملين معاهم وخصوصا في فصل الربيع حبوب علشان الحساسية من لسع الحشرات هذه المهم بعد يومين في اليوم الثالث ويركب أبو عبد الله ذاك اليوم يروح على المستشفى لما جاء السلام عليكم وعليكم السلام وين ولدي عبد الله وتطلع عليه إحدى الممرضات في هالمستشفى أنت ابنك عبد الله الفلان قالها إيه نعم طمنيني أنه إن شاء الله أموره تمام قالت له والله يا أبو عبد الله الأمور ما تبشر بخير خير يا بنت الناس شنو الموضوع قالت له السالف وما فيها أنه أولدك هذا عنده مرض معدي وما تقدر تأخذه معاك على البيت يعني وضعه شبه مستقر لكن إذا راح لعندكم على البيت رح يعدي العائلة كل لياتها وممكن يعني تتوفى العائلة بشكل كامل يا بنت الناس يطولت يقصرت شنو تقولين قالت والله هذا اللي جاك طيب خليني أشوفه خليني يعني أطمن عليه قالت له ما عليك هذا المرض يعدي عن بعد مسافة عدة أمتار وإحنا حاطينه في مكان مغلق لكن صحته جيدة يتنفس وفتح عيونه أموره كويسة لكن لازم يظل عندنا على الأقل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويقوم أبو عبد الله يرجع حذاك اليوم هاي أبو عبد الله وين عبد الله قال لها أسكتي وخليها على الله يا أم عبد الله شنو السالفة قالت لها قال لها السالفة كذا وكذا وكذا والولد إذا جبناه راح يعدي إخوانه ويعديت ويعديني وقالت لي الممرضة هذه خلاص خلي فيه المستشفى وتراجعنا بعد أسبوعين إلى ثلاث أسابيع ونسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل أم عبد الله صارت تنيح وما تستريح وتبتشي وتلطم وولدها وظناها وآخر العنقود وتعرفون آخر العنقود له يعني معزة خاصة أو غلاء أكثر من إخوانه اللي أكبر منه ولسه على الولد توه ما هم طبق السنتين سنة وسبع شهور والمرضة تعبانة في حمله وتربيته المهمة تحاول أم عبد الله خليني أروح عليه المستشفى خليني أشوف يقولها يا بنت الناس وين تروحين تروحين تجيبيننا بلى الولد مصير وما يتعافى والممرضة طمنتني قالتلي إن شاء الله يتعافى يعني أنت يودك يدمرين الأسرة بشكل كامل علشان بس تروحين تشوفين ابنت وحتى يمكن ما رح يخلونش تشوفين ولأنه أنا ما خلوني أدخل داخل المهم مر أول يوم الثاني الثالث أسبوع زمان أسبوعين ويقوم يركب أبو عبد الله هذاك اليوم وأم عبد الله أم عبد الله ما صدقت خلصا الأسبوعين ويروحون على المستشفى سلام عليكم وعليكم السلام ها عبد الله شنو صار عليه قالوا والله العمر ألكم شنو اللي صار قالوا والله عبد الله توفي رحمة الله عليه الممرضة هذه هي نفسها اللي قالت لابو عبد الله هذاك اليوم أنه تعال بعد أسبوعين ثلاث يا بنت الناس شنو اللي صار قالت والله المرض هذا اللي يعني صراحة مقاومة ابنكم ضعيفة للمرض ومنعته ضعيفة وما قدر يتحمل المرض اللي صار معاه بسبب لسعة الحشرة هذه وصراحة أنت ويعني ما عندنا رقم تلفون ألكم وعايشين في قرية لذلك تم دفن ولدكم عبد الله في إحدى المقابر في المقبرة الفلانية اللي يدفن فيها هذا المستشفى الأطفال الصغار اللي مثلا امرأة تسقط في أشهر مبكرة من الحمل طفل غير مكتمل الأطفال الصغار يدفنونهم فيها المقبرة هذه اللي يتعامل معها المستشفى وطبعا هذا القانون متبع في كثير من الدول العربية أنه لما يتوفى طفل صغير بعض العائلات يطلبون من المستشفى أنه هم يقومون بالدفن أو إذا تأخر أهل الطفل عن استلام جثته فبالتالي المستشفى يوكل المهمة هذه للبلدية هم اللي يأخذون الجثة ويدفنونها قالوا صراحة الولد بعد ما رحت أنت يا أبو عبدالله باربع خمسة أيام توفي وما قدرنا نتواصل معاكم وهذا اللي صار وهذا اللي جرى أم عبدالله المسكينة صارت تبشي وتصيح ودي ولدي قال لها يا بنت الناس وكلي الله الله يرحمه ويغمى عليها أم عبدالله هذاك اليوم ويدخلونها الطوارئ ويسولها الإسعافات الأولية المهمة لكم بالطويلة خذوا عنوان المقبرة وراحوا على المقبرة اللي دافنين فيها عبدالله لما جوا على حارس المقبرة السلام عليكم قالوا فيه ولد اسمه عبدالله دافنينه فيه اليوم الفلاني اعطوه التاريخ خلينا نقول يوم الخميس قال ها والله يوم الخميس صراحة جابوا ثلاث أربع أطفال ودفنوهم فيها المكان هذا لكن أيهو عبدالله والله ما أدري وفيها ذاك الوقت وحد الآن في بعض المقابر بالنسبة لجثة الأطفال اللي يكونون متوفيين صغار في السن أو غير مكتملين ما يحطوا لهم شواهد على القبر أنه هذا فلان ابن فلان وتوفي فيه التاريخ الفلاني وكانوا يتعاملون فيها الطريقة هذه فيها المقبرة وفيها المستشفى المهم قعدتهم عبدالله مقابيل هالقبور الحديثة هذه اللي قالوا لهم عنها حارس المقبرة أنه هذا يوم الخميس وقرأت الفاتحة وصارت تبجي وتدعي الولدها وأنه الله سبحانه وتعالى يصبرها المهم ظلت لها فترة من الزمن وقام أبو عبدالله شالها وراحوا على المنزل وينتشر الخبر عندهم فيها القرية ويا بنت قولي لمت عبدالله ابن أم عبدالله توفي والسبب لسعة الدبور وبدت الناس جيران جاراتهم عبدالله يجن يواسنها يخففا منها المصاب الأليم المصاب الجلل وام عبدالله خلال فترة قصيرة جدا أصبحت جلد على عظم حزنا على ولدها عبدالله طبعا ام عبدالله خلال الفترة هذه ومن أول يوم قالوا لها أنه الولد توفي تقولهم عبدالله عندي إحساس أو إحساسي الداخلي إحساس قلبي يقول لي أنه لدي ما توفي يام عبدالله وكلي الله شيري من بالي شاس والف والأمور واردة يا ما في ناس ماتت لأسباب تافها الموت واحد وأن تعددت الأسباب يا بنت الناس يحاول معاها أبو عبدالله من هناك تقول له عندي إحساس قوي أنه لدي ما مات يا أما بدلوه يا أما سرقوه من المستشفى الله أعلم شن اللي صار له لكن أسأل الله سبحانه وتعالى إني ألتقي فيه في يوم من الأيام قبل الله الله ياخذ أمانت وقبل لا أموت وتصير المسكينة أم عبدالله كل أربع خمسة أيام بعدين كل عشر أيام كل خمسة عشر يوم أو كل يوم جمعة تروح على المقبرة اللي قالوا لها أنه عبدالله مدفون في هالمكان تروح تقرأ الفاتح وتحط على قبره الورود وتزقي شوية مي وحزينة لكن الإحساس في داخلها يقولها عبدالله حي وفي يوم من الأيام راحت على هالمقبرة وتلاقي القبر اللي كانت تقعد عنده وتدعي على أساس أنه هذا ولدها ولا القبر هذا عمر أو يعني حاطين عليه شاهدة ومكتوب اسم فلان ابن فلان ما هو اسم عبدالله وتنادي على حارس المقبرة هذاك اليوم قالت أشوف القبر هذا حاطين عليه شاهدة وحاطين عليه اسم أثاري هذا ما هو قبر ولدي قال له والله ما أدري صراحة يمكن أنا خربطت أنا ترى ما أذكر على كل حال ولدتش لازم يكون واحد من هالقبور هذي المهم المرة صارت تدعي لكل هالأولاد هذول اللي مدفونين في هالمقبرة وهذه قصة عبدالله اللي جابته الممرضة اللي تشتغل فيه المستشفى اسرقت الولد هذا من المستشفى وسلمته الأبو منصور مقابل مبلغ مادي المهم أبو منصور استلم عبدالله هذاك اليوم واستلم شهادة الميلاد ويقوم يروح ياخذوا إلى صفية لما شافته صفية طال عقلها بهالولد الولد ما شاء الله تبارك الله ولد جميل وما عذبها أبدا في البداية بيتش شوي يعني مستغرب الوجوه لكن خلال فترة بسيطة جدا تأقلم مع صفية وصفية تحن عليه من كل قلبها قلبها ما تعطش الولد تربيه وتنوم وتغسله وتحمم وتعتني فيه وجاه هذا عبدالله وسموه على نفس الاسم وكذلك سجلوا أبو منصور على اسمه وعلى اسم صفية مع الاحتفاظ بشهادة الميلاد الأصلية لعله وعسى في يوم من الأيام أو لغاية في نفس أبو منصور وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين عبدالله بدأ يكبر وطبعا أبو منصور ما خبر أبنائه وزوجته أنه والله جبنا ولد وتبنيناه أو يعني تكفلناه إنما وصلهم الخبر أنه والله زوجتي خلفت ولد والحمد لله الله رزقه ولد والإخوان هذول منصور وناصر الدين ومريم يعرفون أنه عندهم أخ من زوجة أبوهم صفية وأبناء أبو منصور وبنته تعرفوا على زوجة أبوهم صفية وعملوها بكل أدب وأحترام وكانوا مؤدبين إلى درجة كبيرة مع زوجة أبوهم ويحترمونها ويقدرونها لكن ما حصل لقاء بين صفية وبين أم منصور بعد فترة منزمن الولد صار يكبر وصل إلى بداية المرحلة الإبتدائية دخلوه في المدرسة وصار يدرس ويروح ويجي صار يكبر وتمر السنين وصاروا يربون الولد هذا وتربيه صفية وشايفته ماهم صدقة وخلال هالسنوات هذه أبو منصور فتح محل في المدينة المدينة اللي مقيم فيها مدينة أقادير والمحل هذا اللي تصريه في البضاعة اللي تجيه من المزارع اللي عنده وهالبساتين وفيه جار لأبو منصور عنده محل صغير الجار هذا ينقر له الحاج السوسي من سوسة والحاج هذا هو وأبو منصور مثل الإخوان وأبو منصور ما يخبي عليه سر ولا يخبي عليه سالف بعد ما صار عندهم الولد عبد الله أبو منصور في يوم من الأيام جالس هو والحاج السوسي قال له السالفة كذا وكذا 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 وهل سر هذا يا حاج أمانة برقبتك لمتت بيوم من الأيام يجب أنك تبيح بالسر لهذا الولد عبد الله أكيد بكرة عبد الله راح يكبر ويصير رجل ويتزوج لكن السر هذا دير بالك أنك تقوله وأنا طيب وعهد الله ما بيني وبينك قال له الحاج السوسي ابشر بعزك يا أبو منصور ما طلبت شي قال له إذا موتت بيوم من الأيام لك حرية التصرف وأتمنى أنك تحفظ هالأمانة وتبلغ الولد بعد ما أموت قال له بعد عمر طويل يا أبو منصور الله يطول بعمرك ويحفظك ويديمك تاج على رأس أبنائك وزوجاتك وفعلا تروح الأيام وتجي الأيام عبد الله صار يكبر أبو منصور كذلك صار يكبر وصفية والأبناء أبناء أبو منصور اللي موظف واللي رجع من دراسته من إحدى الدول الأوروبية مريم كذلك تزوجت رجل فيه الرباط وفيه على العلاقات شغالة بين صفية وبين أبناء زوجها ويتبادلون الزيارات كل فترة والثانية وطبعا ناصر الدين ومنصور يعرفون أنه عندهم أخ اللي هو عبد الله ويعاملونه معاملة الأخ وبعد فترة بنزما ويمرض الحاج أبو منصور مرض ودخل في المستشفى ذاك اليوم وصارت حالته سيئة جدا وجه زاره الحاج السوسي في المستشفى وقال له دير بالك الأمانة يا حاج دير بالك أنك تنسى هالموضوع قال له وكل الله والحمد لله على سلامتك وبكرة تطلع عنه بخير وسلامة المهم بعد مرور حوالي أسبوع زمان على وجود الحاج أبو منصور في المستشفى وينتقل إلى رحمة الله عز وجل حزنة صفية عليه والولد عبدالله حزن عظيم وطبعا فيها الأثناء عبدالله خلص المرحلة الثانوية ودخل الجامعة تخصص طب وصار شاب ولا كل الشباب شاب محترم وأخلاق ويعني شاب ينظر فيه المثل تروح الأيام وتجي الأيام بعد فترة منزما تخرج عبدالله ذاك اليوم من الجامعة واتجه إلى الطب العسكري ودخل فيه السلك العسكري كطبيب ورجل أصبح له هيبة ومركز وعايش هو والدته صفية فيها المنزل وعبدالله طبعا ما يدري بالسالفة هذه لا من أولها ولا من آخرها ما علموه أنه والله احنا جبناك وموضوعك كذا وكذا ما يدري يعرف أنه هذه أمه وهذا أبو وهذولا أخوانه والكلام هذا تقريبا عام 2005 2006 الولد فيها ذاك الوقت صار عمره تقريبا 26 سنة نرجع الآن إلى عائلة أبو عبدالله وأم عبدالله الحقيقيين طبعا أخوانه اللي أكبر منه كبروا واللي دخلوا في المدرسة واللي توظفوا وكذلك جاء ابناء بعد منه أم عبدالله حملت وخلفت لكن أم عبدالله على مدارها الـ 25 سنة هذه كانت دائما عبدالله على لسانها تقول عبدالله حي عبدالله لابد إلا أني ألتقي أنا وياه في يوم من الأيام وتسولف هالسالفة هذه قدام أخوان عبدالله أخوان عبدالله بعد ما كبروا يسمعون هالسالفة هذه على مدار 25 سنة عبدالله كان عنده علامات فارقة تميزوا عن غيره العلامة الفارقة هذه أنه عبدالله عنده في منتصف الجبين وحمة الوحمة هذه موجودة بجبين أم عبدالله وكذلك في جبين أخوه الأكبر نفس الثلاث أشخاص هذول عندهم نفس الوحمة وكذلك في عنده زائدة لحمية صغيرة في القدم اليمنى بجانب الأصبع الكبير أصبع القدم الكبير تقول الولدها الكبير أخوه عبدالله تقول هم ابحثوا عن أخوكم من هناك ممكن تعثرون عليه يقول يا يما وين نروح ندور وين ندور بالمغرب وين نروح ندور عن أخونا أخونا مات وشبع موت ويا بنت الناس تقولهم والله أخوكم حي في هذاك الوقت كان فيه برنامج على الإذاعة المغربية وهذا البرنامج كان خاص في قصص المفقودين اللي عنده أخ مفقود اللي عنده مثلا أخ ولا واحد من هالعائلة هربان ولا يعني ما يعرفون عنه شي فيصير التواصل عن طريق الإذاعة هذه عن طريق هالبرنامج هذا وفي يوم من الأيام وتقولهم أمهم أخوان عبدالله قالت لهم ليش ما تتصلون على البرنامج هذا اللي يتقدم فيه الإذاعة وقولوا أنه عندنا أخ مفقود من 25 سنة وسالفته كذا وكذا وكذا وفي مواصفات كذا وكذا الأخوان الأخ اليوم انتظر البرنامج لحد ما طلع ويتصل على المذيع السلام عليكم وعليكم السلام قال قصتنا أنه عندنا أخ مفقود من 25 سنة دخل المستشفى ولما دخل هالمستشفى حصلت عنده مضاعفات لكن ما ندري شنو اللي صار على الولد ولا حصلنا على شهادة وفاة في هذاك الوقت والولد فيه علامات فارقة كذا وكذا وكذا في هالأثناء لحظة اتصال هذا الشاب على المذيع كان الحاج السوسي مشغل الراديو عنده في المحل وقاعد يتسمع على البرنامج حال وحال غالبية إخواننا في المغرب فيها ذاك الوقت الكل يتسمع على هالبرنامج هذا ويسمع الحاج السوسي عن المواصفات الحاج السوسي يعرف عبد الله ويعرف الوحمة اللي في جبينه ويتذكر ويتذكر الوصية اللي وصاياها الرجال أبو منصور رحمة الله عليه ويقوم الحاج السوسي يتصل على الإذاع على المذيع هذا على رقم التلفون اللي حاطينه السلام عليكم وعليكم السلام قال الشاب اللي اتصل قبله شوي ويسأل عن أخوه اللي مفقود قبل 25 سنة صراحة أنا عندي معلومات عن هذا الولد المفقود أكيد قال أكيد قال أعطأ رقم تلفوني لهذا الشاب وأتواصل أنا وياه المذيع اتصل على أخو عبد الله سلام عليكم وعليكم السلام قاله الموضوع كذا وكذا وهذا رقم الرجال تواصل معاه لعله وعسى الله يجمعكم وبأخوكم المفقود فعلا أخو عبد الله ما شذب خبر ويسحى بالتلفون ويتصل على الحاج السوسي قاله وصلتنا معلومات كذا وكذا صحيح قال أي نعم لكن السؤال فهذه ما تصير على التلفون أتمنى أنك تجي لعندي وأنا أعلمك بالسالفة من أولها لآخرها ما شذب خبر الولد هذا أخو عبد الله ويركب بدون لا يعلم أمه ولا أخوانه لأجل يتأكد من السالفة لأنه أم عبد الله فيها ذاك الوقت بسبب حزنها على ولدها عبد الله المفقود من 25 سنة وجاتها عدة أمراض ضغط وسكري وألام في المفاصل على قد ما اشتغلت في الفلاحة والزراعة البين ما كبروا هالولاد وكبرتهم وصاروا وتصوروا صارت معها تقدر تقوم يا دوب أنها تقوم على العكازة وإذا ودها تقوم ودها اثنين يمسكونها يمين ويسار لحد تقدر تقوم وتمشي لذلك ابنها قال ما ودي أخبر العائلة الآن ويمكن يطلع الخبر هذا ما هو مضبوط ويمكن يطلع ما هو أخونا علشان ما أعشمهم وفي النهاية تطلع السالفة كلها ما هي مضبوطة ويركب ويجي لعند الحاج السوسي ها يا حاج شن السالفة قال له السالفة كذا وكذا 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 أنت متأكد يا حاج قال له أبدا متأكد وحتى الولد هذا لما جه في نفس الوحمة اللي موجودة في عبد الله قال له أبدا سبحان الله الشبه بينك وبينه إلى درجة كبيرة جدا والآن أنا رح أتصل عليه وأخلي يجي ويقوم الحاج السوسي يتصل على عبد الله ابن أبو منصور على أساس قال لي عبد الله طالبك في الحال تواعدوا في أحد المقاهي وقاعدين على هالطاولة شوي وإلا جاي هذا الشاب سلام عليكم وعليكم السلام أول ما سلم ويقوم أخوه عبد الله يحضن أخوه عبد الله ويتعانقون ويصير يبتشي أخو عبد الله ويقوم يفك بيناتهم الحاج السوسي يا جماعة وكلوا الله استهدوا برحمة طولوا بالكم يعني الفرحة كانت كبيرة بالنسبة لأخو عبد الله أنه أثر على أخوه ولما يشوف يعني فيه جبينه فعلا نفس الوحمة قال له لو سمحت إذا ممكن تخلع الحذاء هذا من رجلك ودي أتأكد من شغله ويقوم عبد الله يخلع حذاءه وفعلا يلاقي الزائد اللحمية اللي بيجانب أصبع القدم أو يرجعون يتحاضنون من أول وجديد يا جماعة شنو الموضوع عبد الله ما عرفان شن السالفة لكن يشوفوا بجبين هذا الشاب نفس الوحمة اللي موجودة عنده قال له السوسي يا عبد الله السالفة كذا وكذا هذا أخوك الحقيقي وأنت مو ابن الحاج أبو منصور رحمة الله عليه وسولفوا على السالفة من أولها لآخرها عبد الله طبعا ترحم على الرجال اللي رباه طوال هالسنين واللي درسوا وكبروا لحد ما صاروا تصور لكن الآن مشتاق وده يشوف أخوانه يشوف أمه لما سولفوا أخوها عن وضع أمه وضعها تعبان وطول هالسنين تقول أخوكم عايش قاله والآن خلينا نركب ونروح على بيت أمي هذا عبد الله يقول قال السوسي لا يا جمعة الآن ممكن يعني بما أنه والدتكم مريضة وتعاني من أمراضي يمكن أنها ما تستوعب الصدمة لذلك خليني أروح أمهد الأمور بطريقتي وفي اليوم الثاني أروح إحنا وياكم ويقوم يركب الحاج السوسي هذاك اليوم هو وأخو عبد الله ويروحون على أم عبد الله سلام عليكم وعليكم السلام قال يام عبد الله أنت فاقد ولد من 25 سنة وكذا قالت إي نعم وين ولدي قال لها ولدتش الحمد لله حي يرزق أكيد وين وشلون قال لها ما عليك ولدتش إن شاء الله بكرة يجيش وبصحة جيدة وأموره عال العال لا وطبيب كمان المهم يواعدون في اليوم الثاني لأجل يعني الحاج السوسي طريقته كانت لأجل يعني يخفف من الصدمة لربما الأم ما تستوعب ممكن تجيها جلطة من الفرحة لذلك تواعدوا في اليوم الثاني وأول ما جاء عبد الله ووقف بالباب أم عبد الله ما كانت تقدر تقوم وتقوم وتوقف على حيلها وتلاقى هي وولدها عبد الله ويحضنها وتحضنوا وتقول هذا ولدي وتشتموا من هنا ومن هناك تقول هذه ريحة ولدي ويجتمع الأقارب والخوال والعمام وينتشر هالخبار ويا بنت قولي لأمك أم عبد الله لقت ولدها بعد 25 إلى 26 سنة من الضياع وتعرف عبد الله على أخوانه وعلى أبوه وعلى أقاربه وكانت الفرحة كبيرة هذاك اليوم وأم عبد الله تقول الحمد لله اللي الله أعطاني عمر الحد ما أشوف هالولد والآن ما عادي همني لا مرض ولا تعب ولا وجع والآن يعني أقدر أموت بدون ما تظل الشغلة هذه غصة بقلبي والحمد لله اللي الله جمعني بولدي بعد هالسنين الطويلة هذه المهم عبد الله رجع هذاك اليوم على أمه والسولفة السالفة وليش خبيتي علي وليش كل هالسنين قالت والله يا ولدي هذا اللي جرى وهذا اللي صار قال لها أنا رحت وتعرفت على أمي الحقيقية وعلى أخواني وعلى أخواني وعلى هالي وجاب أمه الصفية اللي ربته عرفها كذلك على أمه أم عبد الله أمه الحقيقية وتعرفت العائلات ببعضها وكذلك أخوان عبد الله من أبو منصور ناصر ومنصور ومريم كذلك عرفوا بالسالفة المهم بعد ما التقت أم عبد الله بولدها بعد 25 إلى 26 سنة يعني بعد ما تعرفوا على بعضهم فترة بسيطة جدا أسبوع ولا أسبوعين زمان وتسيء حالتها أصطحية وتدخل المستشفى قعدت حوالي أربع خمسة يام في المستشفى وتوفيت رحمة الله عليها وطبعا الآن ممكن يتساءل الكثير أنه ليش مثلا ما اشتكوا على المستشفى على الممرضة اللي سرقت هذا الولد الممرضة حاولوا يسألون من هنا من هناك الظاهر الممرضة هذه متوفية وكانت متقدمة فيه السنة شوي وما قدروا يأثرون على أي أثر يدل على هالممرضة هذه ولما راحوا على المستشفى قدروا يحصلون على شهادة وفاء العبدالله وشهادة الوفاء هذه كانت شهادة مزورة غير حقيقية والتزوير يحصل في وقتنا هذا الآن رغم التقدم والتكنولوجيا والتطور والأدوات المتقدمة جدا لكشف الأوراق المزورة فما بالك نحن لما نتحدث عن منتصف السبعينيات ولا بداية الثمانينيات كانت الأمور يعني أبسط من الآن بكثير لذلك كل الأمور واردة وكل شيء ممكن وكل شيء يحصل كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه